السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا ربكم اكونوا بألف خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة زي ما احنا شايفين كده افكار وحيل وكمان متنوعات كتير قوي بصرف النظر طبعا دلوقتي كده عن الدفضاع اللي احنا شايفينها دلوقتي وزي ما احنا عارفين ان دي من الاكلات اللذيذة جدا في البلاد الصينية سيبونا كمان من النقطة دي وتعالوا نشوف كمان بقى الشوايا اللي هما بيستخدموها دي زيها بالزبط كده زي المقلية او التوصة وفي نفس الوقت بيسخنوا عليها الاكل وبيستخدموها كده كمان على طلبس الصفر عادي جدا وبيعملوا عليها اشهل اكلات زي ما شفنا تعالوا مع بعض كده اهم حاجة بتنسوش دعمكم لينا للقناة هنا باللايك وكمان الاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم وتعالوا نشوف كده كل المنظمات والافكار والحياة اللي موجودة معايا في فيديو النهاردة وقد ايه فعلا بتكون عملية وبتعجبنا جدا وما منقدرش نستغنى عنها ابدا في حياتنا اليومية وازاي فعلا بتستغلي بيها الوقت والجهد اللي ممكن تقضيه كتير جدا في تنظيف البيت او كمان في المطبخ وتقافي الفترات طويلة فانسي بقى كل المجهود والتعب ده وحاول توفر نفسك المنتجات العصرية دي عشان تستغلي وقتك بطريقة صحة نشوف هنا كمان برضو كده المراية دي قد ايه شكلها حلو وكمان كيوت جدا وبتوفر على نفسك بيها حاجات كتير قوي ممكن طبعا تحطيها في شنطتك حتى الكوانتيات اللي معانا دي شايفين طبعا المتانة بتاعتها قد ايه بتمنع تسريب الماية لتحت تخسلي بيها أطباق تخسلي بيها ملابس زي ما شفنا الفكرة بتاعتها حلوة وعملية قوي اللي عجبني كمان برضو بقى البسكت الصغير ده ممكن تحطيه جنب منك في العربية حتى كمان الشنط الصغيرة اللي ممكن تكون جاية معاه فدي كمان من الأفكار العملية قوي طبعا تقدري تستغليه بكذا فكرة مختلفة بيمنع كمان تسريب الماية ممكن تتخدمي طبعا بأفكار مختلفة زي اللي انتوا شايفينها معينا دلوقتي هنا كمان برضو كده الحامل بتاع البيض موجود منه كده دلوقتي كذا رف مختلف يعني تقدري تزاودي في القرفف دي حسب ما انت عايزة نشوف هنا مع بعض كمان كده الشامعة بتاعت الملابس دي عجبتني قوي طبعا ممكن تتخدميها كمنشر وزي ما احنا عارفين ان في البلاد الصينية هناك مفيش بقى الأحبال اللي موجود بقى معظم الشامعات دي بينشروا عليها الملابس في البلكونة او كمان التراس الكبير الموجود قدام المنزل تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده ده زي متر بتقدري طبعا تاخد بيه اي مقاس انت حبا كمان برضو الفرشة دي من الحاجات اللي عجبتني قوي طبعا تقضي تمسح بيها تخسلي بيها بقى ملابس شوزات زي ما شفنا برضو المنظم الصغير ده عجبني قوي طبعا تقسيمة كده خاصة بكل الخضار والفاكهة ممكن تستخدميك طبعا للتسالي يعني الفكرة ترجع لك تشوف هنا برضو مع بعض كده المنظم ده هو عبارة طبعا عم بيعمل إضاءة زي ما شفنا والفكرة بتاعته عملية قوي ترجمة نانسي قنقر فيه طبعا بقى كده نوان من السيدات ما بتحبش تبهد البتجاز أبدا ونفسها تطبخ جل حاجة في حلة واحدة أو طوصة واحدة زي اللي احنا شايفينها دي بورجر بقى فراخ تلاقي بيت بيتحمر جنبري تلاقي كل ده وفي مقلاية واحدة يعني طبعا بقى تقفيرة للوقت والجهد تعال نشوف هنا كمان برضو كده بقى المنظمات اللي جننتنا كلنا سواء طبعا في إزالة الدهون أو الأتربة زي المنظف دلوقتي كده اللي موجود معانا هنا ده في تنظيف المكيف طبعا شكله ده وفي نفس الوقت كمان زي ما شفنا طريقة استخدامه زي بينظف لك كل حاجة وتتخلصي من كم كبير جدا من الأتربة اللي ممكن تكون موجودة عندك ترجمة نانسي قنقر نشوف هنا مع بعض كمان دلوقتي كده المخدة الطبية دي انسي بقى كده ألام الرقبة والدهر واستعيني بقى كمان بالمخدة الطبية دي اللي هتريح لك الدنيا تماما نشوف برضو كمان كده الكرسي الصغير اللي بعجل ده وانتي قعدة مكانك تقدر تتحرك في البيت كله وتلف كده زي النحلة بالكرسي الصغير ده تستخدميه في حاجات كتير ويصدقوني فعلا بيفدنا مش هقولوكو لا ده كمان برضو كده منوع من المحطر الجو شايفين تبعا بقى موجود بروايح مختلفة وستيلات كتيرة جدا كلكو دايما طبعا بديسألوني عن نوع من المنظفات اللي بيكون حلو في إزالة الدهون والأوساخ والصراحة النوع ده من الحاجات القيمة جدا اللي بينظف لك كل حاجة في ثواني معدودة وكمان بيرجعلك اللمعين بتاعك كأنك لسه جايباها جديدة زي ما احنا شايفين ترجمة نانسي قنقر وداعا كمان كده لروايح الفم الكريهة وبتحالوا نشوف كده البانوتا دي استخدمت ايه عشان الريحة دي دي زي فوايحة كده بروايح كتيرة جدا وقد ايه بتقول ان هي مفيدة ويعني بتغير بقى روايح زي ما انت عايزة تقدري تستعيني يعني بروايح مختلفة اشتركوا في القناة 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 وكمان هنا المرتبة الطبية دي زيها زي المخادة اللي شفناها من شوية يعني عشان الطقم يكمل بقى معنا عمتا كده اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمكم ليهوا للقناة هنا باللايك والاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية الى بنزلها معاكم كل يوم اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة